بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين بما السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذا حوار مع أخ مؤمن مسلم شيئي ملتزم يؤدي كل واجباته الإسلامية يأبر معروف ويناع المنكر ويساعد الفقراء ويفعل كل شيء ولكنه لا يصلي الجمعة وسألته لماذا لا يصلي الجمعة قال لأن الإمام المعين من قبل الله تعالى لإمامة الجمعة غائب قلت له أين ربط الله صلاة الجمعة بوجود إمام حي أو إمام غائب الله يأمرنا بإقامة الصلاة بإتاء الزكاة بالأمر المعروف بالنيع المنكر بعمل الصالحات من دون ما يشير إلى ضرورة وجود إمام معين من قبل الله تعالى هذه الفكرة من وين جاء لا توجد فكرة الإمامة يعني الإمام بهذا المعنى الخاص أنه واحد إمام من الله الله يعينه حتى يطبق الإسلام شوف فقر القرآن من أوله لآخره الله يحط الناس على العمل الصالح وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وما شابه ولا يربط ذلك بوجود حكومة أو وجود إمام معين من قبل الله تعالى طيب الآن شيء حدثنا عشرية يعتقدون بوجود إمام ثاني عشر معين من قبل الله وهذا الإمام غايب صارى 1200 سنة الله حطى حتى يقوده لأم الإسلامية بس هو ما قبل ماهر شنون يش خاف كذا نسراح ما موجود الآن غايب يعني مجرد فرضية وهمية هي إمام العسكري قال أنا ما عندي أولاد قال الله غصبنا عنك عندك أولاد هو عندك ولد غايب هو الإمام اللي الله معين من ذلك الحين طيب الآن ألا تعتقد على فرض إمانك بوجود هذا الإمام ألا تعتقد بأن له نواب عامين مثل الفقهاء المراجع كما يقولون فلماذا لا يقيم هؤلاء الصلاة إذا هو نوابه ويأخذهم خموش وزكاه وكذا من عنده وولاية فقه عدوم وجعل نفسهم حكام على الناس فلماذا لا يصلي هؤلاء طبعا كثير من الشيعة ومراجع الشيعة يصلون في إيران صلاة الجمعة تقام وفي العراق أيضا كما أعرف أنه الشيخ العقوبي المرجع العقوبي يوجب صلاة الجمعة ويقيم الصلاة ولكن ليس في كل الأماكن مثل في كربلا لا يقيم هذه الصلاة لأنها من أخصاص أسستاني فلماذا المراجع ذلك هم جعلين نفسهم نواب الإمام هم افترضوا نفسهم نواب عن الإمام الغائب فلماذا يقومون بأعمال الإمام هذا قال لي لأن مرجعنا لا يرى مصلحة في أداء يعني يقصد أسستاني فقلت له وهل أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة بحضور إمام أو إذن مرجع مثلا ما موجودة شيء بالصلاة ألم يخاطب الله تعالى المؤمنين بلا شروط ألم يقول لهم يا أي الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم وجمعة فاسعى ولا ذكر الله واذروا البيع ما قالهم أنه إذا أكو إماما ما أكو إماما فمنين جبنا إحنا حطينا هالشيء شرق هل اشترط الله تعالى إقامة صلاة الجمعة بإذن الإمام أو المرجع هل أشار الله تعالى إلى ضرورة وجود إمام أو مرجع لتطبيق الدين لماذا لا نشترط إذن الإمام أو المرجع في أداء الصلاة اليومية إذن أو الحج مثلا لازم الإمام يكون موجود حتى الروح الأج أو إخراج الزكاة والخمس مثلا أو الأمر المعروف نهيع المنكر هل لا تعتقد بأن ربط تعاليم الدين بالإمام والمرجع نوع من البدعة التي قد تعطل الدين يعني إحنا أحياناً نحطنا الإمام من أنفسنا بالنيابة عن الله تعالى وهذا الإمام يغيب ويعطل الدين كله ونجيب إنا مرجع نقول هذا مرجع نائب الإمام وأيضاً المفروض مرجع يقيم الدين فهو لا ما يقيم الدين يعطل الدين فأذا شلون مرجع يصير مرجع لا ديني هذا مو مرجع ديني بعض الأخوة يحاولون الدفاع المستميث عن البدع وعن الأخطاء وعن السلبيات وعن المنكرات ولا يمرون معروف المفروض فيهم يمرون معروف يمرون بإقامة صلاة الجمعة ويرحون يصالون يشوف بحث الأخوة بالعكس ما عرف شنو دافعهم ليش هالعصبية الموجودة عند بعض الناس هالعصبية الطائفية الحزبية المرجعية لا مو كل شيء ما يصالون يصالون هذا بس مجموعة أكو ما يصالون فالأخ معين زاهد جايد يستشكل علينا عن هذا الكلام يقول ألا ترى أن أمثلتك بمقارنة صلاة الجمعة مع بقية الأحكام الشرعية قياس وأنت كما يبدو ترفض القياس أم لا تدري بأنه قياس وأن كنت تدريفه فماذا في المصيبة أعظم وثم يعود يعلق يكمل تعليقه بعد أن ترى حوارات بينه وبين عدد من الأخوة يقول يبدو أن البعض لم يفهم ما أردت من تعليقي هذا فلذا أضيف إليه الآتي لعله يفهم المراد إذا كان قضاء الصيام واجب على الحائض فلماذا لم تجب قضاء الصلاة عليها والصلاة أفضل من الصيام وهذا يسمى قياس والعمل أو القياس باطل نحن ما قلنا الحائض لازم تسلي ما ربط بالموضوع هذا عقدت الأمور أكثر يا أخو معين بدأنا توضحها يقول وسيدي أحمد الكاتب هنا قال بالقياس قال إذا كان إذن الإمام مطلوبا في سرعة الجمعة فلماذا لم يكن مطلوبا في بقية العبادة أنا أقول بالعاكس أنا لم أقل ذلك يا أخي العزيزي لو شوي تتمعهم بكلامي أنا قلت الله أمرنا بهذه التعاليمة الدينية من دون ربطها بأي إمام أو أي مرجع مثل الصلاة اليومية مثل الحاج مثل الصيام نصوم إحنا بس يصير رمضان نصوم ما يحتاج إذن المرجع أو إذن إمام حتى نصوم فلماذا نفرق بين صلاة الجمعة وبين الصلاة والصوم والحاج والزكاة وما شاء الله يعني ما عرف كيف يعني في حالة من الدفاع المستميذ المتعصر يريد كيف يقول في الكلام على إحنا فجاوبوه عدد من الأخوة وليد جاسم قال له السيد معين جمعة مباركة يبدو أنك لم تقرأ المنشور أو تتعمد التغافل عن محتوى المنشور من فضلك قاعد القراءة صلاة الجمعة مثل بقية العبادات وهي من أهم العبادات لأن الله أنزل فيها صورة خاصة وهي صورة الجمعة لم يرد أي دليل من القرآن ولا من السنة ولا من توضيح علماء المذهب بأن هذا الأمر الرباني القرآني يحتاج لتنفيذه عودة الإمام الغائب أو يحتاج شرط أضافي أكثر من تواجد عدد كافر من المسلمين يقيمون في مكان ما خمسة سبعة مثلا أقل شيء ويسألون أين جاء ذكر عودة الإمام الغائب حب دالا وعدت قراءة منشور الأستاذ أحمد بك وفي الحقيقة لو أحسر شوي يقرأ التاريخ الشيعي مع الأسف لا في الحوزة يدرسون التاريخ ولا ناس يعرفون كانت تقام صلاة الجمعة في بغداد في مسجد براتا إلى سنة 450 عندما أجوا السلاجقة وضربوا الشيخ الطوسي وحرقوا مكتبتها وشردوا راح للنجف وتوقفت الصلاة وشوفوا بتاوى الشيخ الصدوق ما في شيء إذن إمام بالصلاة صلاة ناس مثل ما صلي صلى العادية الصلصات الجمعة بعض السنة في بعض الأماكن قالوا بوجوب إذن الحاكم لأن هذه صلاة كبيرة وبها بقعد سياسي فلازم الحاكم يعين هذا إمام الجمعة وفي كثير من البلاد الآن في بريطانيا في أوروبا أمريكا في العالم في الهند يصلون بدون إذن الإمام كل مساجد مفتوحة يصلون به صلاة الجمعة فما يشترطون إذن الحاكم أو ما شاء يعود الأخ معين يدافع عن فكرة الأولى وإشكاله الأول يخاطب الأخ وليد يقول أنا أخي أنا ناقشت قياسه ولم أناقش ثلاثة جمعة من حيث الوجوب أم لا إحنا ما استعملنا القياس الجشعم أيضا يخاطب معين يقول تتهرب من الجواب لا يوجد قياس ولم يتطرق لشيء اسمه قياس وإنما أسئلة يراد لها جواب كلامه هو ليش بصل لجمعة فصلاة الجمعة فرض مثل بقية الفرائر وين القياس وناس يقول لا أنت أقرأ منشور جيدا وستجد القياس كان عن ذا وطارت كما يقولون فيعود الأخ وليد يقول صار جدل بين الأخوة أقرأ هذا مرة ثانية لم يستعمل القياس أحمد الكاتب ولم يذكره في هذا المنشور هو يقول لك بوضوح صلاة الجمعة مثل بقية العبادات المهمة منصوص عليها في القرآن وذكر الحاج والصيام وصلوات الخمس كمقارنة ثم قال لك كل هذه العبادات غير صلاة الجمعة لم تشترطوا لوجوبها عودة الإمام الغائب ثم قال لك لماذا استثنيتم صلاة الجمعة وجعلتم لها حكما منفصلا وهو أنها مشروطة بعودة الإمام الغائب أو بإذنه مثلا ما الدليل على هذا الاستثناء ما عدنا لا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا حديث من أهل البيت أهل البيت كان يصليون صلاة الجمعة مع البقية مع الناس إذا كان الإمام هو حاكم هو يصلي وإذا كان محكوم يصلي جماعة ما يكان يتخلفون عن صلاة الجمعة لكن المراجع يقلدون مع الأسف يقولون تعالوا يقلدون إحنا مشتهدين لكنهم يقلدون تقليد أعمى يقلدون بدون يفتهم شلو الهدف شلو الشرط شلو الفكرة شلو التاريخ المسألة يقول ما الدليل على هذا الاستثناء أو التخصيص في الفقه الاستثناء بحاجة لدليل وكذلك التخصيص هذا التساؤل من الأستاذ الكاتب ليس قياسا هذا التساؤل أين الدليل على الاستثناء أو التخصيص هناك فرق بين القياس من جهة وبين الاستثناء والتخصيص من جهة أخرى أرجو الآن منك أستاذ معين أن تعيد قراءة المشهور مرة أخرى ستكتشف أنه ليس فيه قياس ولم يذكر فيه قياس وفيه سؤال مهم عليك جوابه وهو أين الدليل على تخصيص سر إضافي لصلاة الجمعة واستثنائها من أموم وجوبها المطلق لأن صلاة الجمعة منصوص عليها في القرآن في آية محكمة فهي فرض واجب أستاذ معين ابحث لنا عندما راجعك وفي كتبهم ما دليلهم على التخصيص والاستثناء ما عدوا أي دليل تقليد أعمى ما دليلهم من القرآن أو من السنة أو من أقوال علماء للبيت لم تجد لهم دليلا ارجع على الحق واخبرنا لم أجد أي دليل ارجع قبل يوم الندم وإن وجدته علمنا شكرا في إجابه الأخمعين يقول حياك الله وجمعة مباركة عليك وعلى من حولك عندما استثنى الله تعالى على الحائر من قضاء الصلاة الواجبة دون قضاء الصيام هذا الاستثنى لا يوزقياس عليه فنقول لما كانت قضاء الصيام واجبا فإن قضاء الصلاة أيضا ماذا ربط الموضوع يا أخي العزيز معين تعرف ماذا تقول ولا لا أعرف تخلط به الأمور المهم باختيار علي قاضي يقول له أين ذكر الله الصيام وصلاة الحائل أم تقصد بالله المعمن أنت تتحجد بشيء من صنع خيالك وتنسبه لله تعالى لم أقل لك بأن قصدك من الله هو المعمن مدحة الفراجي يقول كلامك قوي جدا ولا يرد عليه الشيخ فاضل فرطوسي يقول عدنا مرة أخرى إلى القياس ما دوش تتبعها الأخمعين يبدو عليه وقال يا شيخنا أين هو القياس يا شيخ الله تعالى أمرنا بأمور فلماذا نضع شروطا من أنفسنا أو من الشيطان للتهرب من تنفيذها وإقامتها لماذا لا نشترط إذن الإمام في أخذ الخمس والزكاة من الناس ونشترط إذنه في إقامة الصلاة يجي الأخ أبو معصوم السلطاني أيضا يدافع عن هذا البدعة السلبية اللي عطل سلات الجمعة في كثير من الأماكن يقول كلام طويل شوية عنده يقول كان الحكام الأمويين والعباسيون يملون ويكتبون الخطب بأيديهم ويأمرون عمة المساجد بإلقائها على المصلين كان أصلي جاء أبراث كان أخذ خطبة من الخليفة وكان أخذ خطبة من خليفة كان أصلي ما كان كل الناس يلتزمون بهذه الخطب يقول ويأمرون عمة المساجد بإلقائها على المسلين في المساجد وبالطريقة التي يرتقيها ويريديها الخليفة فكان عمة أهل البيت عليه السلام يرفضون لذلك شو يعني أن يرفضون شفتما يرفضون كان يصلون حتى أي واحد ويستخدمون فيه التقيية يعني يصلون إذن كانوا يصلون ولا يقيمون صلاة الجمعة خوفا على الإسلام من التحريف والكذب على لسان الخلفاء طيب بالتالي أئمت أهل البيت عندما كانوا محكمين كانوا يتبعون الصلاة العادية يصلون بالمساجد وبقيت هذه الحالة لسنوات طويلة إلى غياب الإمام الثاني عشر اللي ما مولود ولا موجود توح أثبت وهذه مسألة مهمة جداً حتى تغير كل تفكيرك يا أخ أبو معصومة أنت المشكلة تؤمن بنظرية وهمية مثالية خيالية هي نظرية الإمام الإلهية التي لم يعرفها أهل البيت فضلاً عن القرآن والسنة وجايبنا تؤمن بإمام ثاني عشر غائب ما حل ما شاف ولا أرفص ألف ومتين سنة خايف بعد حتى الآن يقول لك هذا أبو قال ما عندي ولد وأهل البيت قالوا ما عندي ولد وأنت تقول لا عنده ولد غصباً عنه أنت تتبع الأئمة إذا تتبع الأئمة تتبع الأئمة تتبع الأئمة أم العسكري هو يقول لك ما عندي أولد المهم شو أكو مشاكل أساسية عندنا تخلينا نحرف الدين ونبتعد عن الدين المهم يقول أخب معصومة فبقي الأمر يحتاج إلى تصريح من المعصوم لقيامي هذه السلام من وين جبتوا الكلام قالوا لازم أكون تصريح من المعصوم من أي واحد كانوا ما قالوا الكلام وتأمنين جاهبة شوية أبحث أكثر أنت رجل متقف ومتحمس ورجل مؤمن وتدافع عن الإسلام أيضاً وعن المذهب بس روح أدرس المذهب شوية أكثر أقرأ تعليح المذهب يقول أنا عشت في حكم من كان يكتب خطبة صلاة الجمعة أيام صدام ويقررها على الخطب وكذا على ما أشيعة ما كان يسلهم ما يردون يمجحون طيب طيب ثم أنا راح صدام وراح حرية عندنا بالعراق أي واحد يخطب أي شي حتى يروح الكوفة وشوف وراء صلاة ومقتدام مقتدام مقتدام يسلهم كل واحد كيف يسل فيقول ما فاعدة صلاة الجمعة عند أسألة أخرى غريبة عجيبة ما فاعدة صلاة الجمعة وغزة يقتل أبناؤها في مساء صلاة اليومية الصبح وظهور وعصر ومغرب وإلى أكوة قتل في غزة يعني لازم بعد منصوم بعد منحج بعد من منأكل منشرب منزوج يعني ما علاقة بالموضوع يا أخ ما تتم منطق هل المنطق عجيب وغريب يقول هل هناك خطيب وإمام مسجد شريف ولا يستخدم التقية يصلح بفضيحة حكام المتأمرين على ذبح ويه نحن نأخذ عليهم مشكال نقول للمخطباء المساجد التابعين للأنظمة أنتوا ما تعدوا واجبكم هم ما تعدوا واجبهم نحن نلوم ولكن نحن الآن بإمكاننا نصلي ونصوم ونقيم سالة الجمعة شو خاصة فيهم إذا آخرين يفسدون في الأرض إحنا هم لازم نفسد معاهم هل هناك منفع مسارات الجمعة والحالة يا الله سبحانه وتعالى الله يقول لك رح صلي سالة الجمعة أنت تقول لي هل هناك منفع مسارات الجمعة أنت رجوم وتدين ومسلم ومؤمن شلو الأسئلة هتطرح حياة معين زاهد مرة ثانية يقول للأسف البعض عندما تواجههم بالقرآن يتخبط بالقول حتى يشكك في معنى دعوة الإستاذ يا أخي الرجل يريد أن يردكم إلى القرآن وهو دليله اعتمادا على ما أمر به أهل البيت أمر به أهل البيت الكرام من أن يعرض كل ما نسب إليهم على كتاب الله يا أخي ما نسب إلى أهل البيت أي شيء في الموضوع في تعطيصات لم ينسب ولا نص حديث ولا ربع حديث هذين طلعوا من بطنهم وخطقا عبر زمن الشياطين طلعوا بدعوا وناس ماشيين عليها يقولون نحن مراجع مجتهدين لا يجتهدون ولا يبحثون ولا يدرسون يقول أهل البيت أمرونا بعرض كل ما نسب إليهم على كتاب الله فإن وافقه أخذ به وإن عرضه فتركوه وفي روايات أخرى اضربوا به عرض الحائر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فأخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه هو الإمام يقول إذا جاءكم حديث من أدنى لا تأخذون به فهنا نتنافض أقوال بعض المراجع وهذا مرجع يقول للصلون مرجع يقول للصلون أهل من صلي يعرض كلامه على القرآن هذا صار عبادة للمراجع إذا تسمع كلام المرجع يحل الحرام ويحرم الحلال ويعطي الواجب واتطيع المرجع هذا أنت عبدت هذا المرجع هذا ما صار التقليل صارت عبادة من دون الله تعالى أليس عدم إقامة الجمعة مخالفة لأمر الله وأمر أهل بيت النبوة أحمد الجنابي يقول بوركت نفع الله بك المسلمين ناوي اليوم أصلي بالبيت لأن طالعين أهلي والآن غيرت رأيي ونويت أصلي الجمعة اللهم نويت لسات الجمعة تقبل مننا ومنك صالح الأعمال أحسنت يا أحمد زياد غازي علولو يقول اللهم ردنا إلى ديننا الحنيف ردا جميلا يليق بكرمك وجودك غيداء المعمال تقول أحسن الجشعمي يقول انظر إلى هذا المنهج المنحرف الذي يحرف فرضا فرضه الله أي بشر ضال مظل يترك كلام الله ويسمع كلام هذا لكن الأخ المستغرب يقول تعطيل السنن أحيانا لمصلحة من غض النظر عن الغائب والحاضر فقد منع الفاروق المتعة لمصلحة رآها وأوقف الحج الإيرانيون فترة منقلك عملهم كان صحيح المنخمين أوقف الحج ثلاث سنوات خلاف سياسي ما كان إلى حق يوقف الناس أو يمنعهم من الحج سياسة إنما على الدوام فتمت مشكل ولو صليتها الآن هل ستتكلم بالأموم أم تدعو الناس الخروج بتظاهرات عارمة تغير وضع في البلد وتقضي على الفساد أم تمسك بعصى وتأيد وتسقل ما قاله سابقون يعني يريد الأخ كما قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي مرة أو سيد أحمد الصافي أنه المرجع كان يبرر لماذا لم يصل لنصرحة الجمعة في السنوات الماضية أنه المرجع يخترح أو يأمر بأشياء والحكومة لا تسمع كلامه إذا الحكومة لا تسمعت كلام يجب أن تبطل وعن تتكلم لو تطلع مظاهرات ويقوم مشكلة وفساد أدنى في البلد أشياء شخصية تتعلق بالناس الخطيب يسعد يأمر الناس المصلين بتقوى الله وبطاعة الله وبالأمر معروفا على المنكر مو بالضرورة يشير رايسة والثورة يا أخ مستغرب يقول وإلا تصبح صلاة عادية روتينية لا قيمة اجتماعية أو سياسية تأتي منها موني يقول لك صلاة لازم تكون سياسية وكذا صلاة اجتماع المسلمين حقيقة شوف الآن يتباهون الناس الآن 21 مليون واحد اجا وزار ألمان حسين في زيارة الأربعين لأن شنو هاي الفاعدة من عدن أنه احنا شوف تجمع المسلمين من كل أنحاء العالم طيب الصلاة أنت في المنطقة مالتك أو الحي مالك أو المدينة أو القرية الناس يجتمعون ويصلون واحد يشوف الثاني واحد يتعرف على الآخر يصير اهتمام في اجتماعي وأكو إعلام الخطيب المفروض يأمرهم بتقوى الله ويهديهم ويرشدهم ويعلمهم فليش تستهين بالصلاة يا أخ مستغرب مسألة الله يقول صحيصلي لا توقف قدام الله وتطلع لك تبريرات واحية من هنا وعنا فالأخ فيصل عبيد العيان تليمي يقول للمستغرب أمر الله للمؤمنين بالصلاة يوم الجمعة ليس سنة أمر الله ليس سنة إنما هو أمر وحرم البيع والشراء في وقتها فشنو علاقة بالموضوع يعني ليش يسوي تبريرات أخرى حامد علي يقول الدين على هواهم مرة يصلون ومرة أخرى لا يصلون طاهر الخفاجي يقول الجمعة قاموا جوبا عند آية الله الشيخ محمد العقوبي وكلائه في جميع العراق والعالم ما يحتاج حتى فتوى من العقوبي الصلاة واجبة مثل سات الظهور العصر تحتاج فتوى من مرجع ما تحتاج فتوى من مرجع سيد مقتدى يوم يقول صلوا رح صلوا صلاة مليونية يوم لا صلوا صلوا لالله لا تفعلها حزبية لا تفعلها مقتدى مقتدى بعد الصلاة هذه بضعة أخرى تخرب الصلاة وفي حقيقة إلعان ماضي لحظة اليد في جامع الكوفة صلات الجمعة وإذا بعد الصلاة مقتدى مقتدى عندها صلوا لالله مسجد مسجد الله فلا تدعموا على الله أحدا وإن المساجد الله فلا تدعموا يصلون يجبون أشخال أو يضعون صورة أو زي معين هاي كلها بدأ صلاة الله خلال الناس كلهم يصلون وقت الصلاة حزبية الناس لحزاب الأخرى المنتمين لحزاب الأخرى بعد ما يصلون وياك لأن صلاتك صارت حزبية أو طائفية مثلا نحن نقول بين الصلاة الشيعة يجب أن يصلون مع بعض ونشيل الحواجز الموجودة بين المساجد بين الصلوات ليس أن نجعل بين الشيعة سيستاني ويعقوبي وصدري وماذا خامني أو كده حيدر الكلابي يقول كلام سليم جدا لكن أصبحت هذه الأيام صلاة الجمعة تحمل رؤية حزبية للجهة التي تقيمها هي هذه المشكلة فخلنا نكسر هذا الحاجز حيدر عبد السادة الأسدي يقول المشكلة ابهاي فعلا ابهاي فعلا وياك حاق شكرا لأخ حيدر إن شاء الله جعلنا وإياك من المصلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته